كريبتو دوت نت بيتكوين عالم تنحل احتراف العملات الرقمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم من جديد في قناتكم كريبتو نت بيتكوين قناة متخصصة في العملات الرقمية وبتمنى ليكم كل التوفيق وقبل اي حاجة احب اشكر كل متابعين القناة لو كان في اي استفسار ممكن تتواصلوا معنا من خلال اللينكات الموجودة في الديسكريبشن ولو عندك اي مشكلة خاصة بالمحفظة الخاصة بالتداول ممكن تستشيرنا هتلاقي رقم موجود خاص بالواتس اب اسم اس ممكن تتواصلوا معنا الاستشارة ولو مش مشترك بالقناة ضروري جدا تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد اول باول وضروري تتابعونا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام ولوصول الاشعارات بشكل سريع ضروري تضيفوا القناة الخاصة بالتليجرام المجانية اللي عليها توصيات مهمة وممكن تستفيدوا بيها ونبدأ الحلقة الخاصة بنا النهاردة بعد الانترو انتظرونا ورجعنا لكم من جديد ومعنا استفسرات كان بيجيلي النهاردة على التليجرام بس يبدو ان المعلومات اللي كانت موجودة عند اخواتي في تليجرام معلومات كانت قديمة شوية فانا حبيت ابدأ اول حاجة بالupdates ايه الجديد ليه عملة CRO اتكلمنا عليها الحلقة اللي فاتت وليه بنقول ان العملة دي من العملات المهمة ايه هي منصة crypto.com وليه لها اهمية كبيرة في السوق حاليا ايه هو البلوكتشين الجديد بتاعهم ايه هي الupdates اللي هتتغير ليه هيكون فيه استثمارات كبيرة وعلى ذلك بتبدأ ان يرتفع العملة بتاعتهم لمستويات جيدة هو ده اللي هنقدر نجاوب عليه في الحلقة النهاردة ونبدأ اول حاجة من crypto.com هنشوف CRO تمام عايزين نقص معنا على حاجة مهمة وهي دي اول حاجة مني عايز نشوفها هنشوف بالmonth الاول احنا بنبدأ دلوقتي نشوف الشرط بتاعنا تمام عايزين نوصل لغاية هنا اعلى نقطة احنا وصلنا لها تمام النقطة دي كانت وصلة معنا دلوقتي بدأت العملة من اول 9 سنت وده كان بداية جيدة تمام بعد ما بدأت من ال 9 سنت هنا عايزين نقول ان احنا لما وصلنا في شهر فبراير تمام 2020 العملة دي وصلت لـ 22 سنت ووصلت لـ 27 سنت كمان وده كان بسبب خبر مهم وده كان اخواتي النهاردة بيتكلموا عليه وانا حبيت ان اقولهم في الحلقة ان في شهر فبراير اللي فات الشركة كريبتوز كوم عملت حرق دي 70% من total supply للعملة وعشان كده هنلاقي اللي موجود دلوقتي بس الرقم ده مش الرقم اللي اتبعت لي النهاردة اللي هو يعتبر اكتر من الرقم ده بـ 70% فتم حرق العملة وده ادى لزيادة السعر اللي قدر يوصل لكي بس 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 وده 27 في شهر فبراير اللي فات وغير ان احنا حرقنا العملة احنا النهاردة ترتبنا نعتبر احنا 35 في الماركت كاب وده بيدل ان العملة مسكة نفسها وقوية وبتتقدم بشكل كويس جدا احنا بنشتغل على العملة من 10.95 عايز اقول ان العملة يمشفقدة كتير جدا من من الهبوط في ظل الهبوط اللي بيحصل النهاردة وظل الهبوط الكبير اللي احنا موجودين فيه هنبقى نراجع للشرط بتاع البيتكوين النهاردة ولكن احنا بنتكلم على العملة ليها مستقبل ايه هو المستقبل اللي موجود في العملة دي بتكرر شركة كريبتو تقوم انها تعمل البلوكتشين الخاص بكريبتو الخاص بيها وفي الحالة دي هيكون فيه تسهيلات كتير في الفيز بتاعها وتسهيلات كتير في عمليات البيع وشراء وده هيقدي بينا في الاخر ان هيكون فيه استثمارات وضخ استثمارات كبيرة ومستثمرين كبار وناس كتير هتبقى فيقات كبيرة كتيرة بتحاول انها توصل للشركة عشان تقدر تتعامل معها وتشتغل معها في التدولات وفي الحالة دي هيبقى عندنا كل ده بيقدي لدفع العملة الخاصة بالمنصة بالسعود بلاس انه ممكن يحصل عملية حرق تانية وده هيكون اكبر في اجراء الموضوع ده وده ممكن يحصل في اي وقت قريب وده المتوقع من خلال اتصالاتنا بكريبتو تتكوم والتعامل معها فدي مهلومات تعتبر مؤكدة طيب النهاردة ايه اللي بيحصل في السوق لو عايزين نتكلم النهاردة احنا وقفين هنا معانا على البيتكوين البيتكوين حقيقي بيقدي اداء يعتبر لازل سلبي ليس ايجابي لكن لو احنا هنشوف هو وصل معانا كده احنا في الاربع ساعات احنا عايزين نشوف في الدي ايه اللي حصل طبعا لسا ما افناش اليوم لكن هنشوف كده ان هو بدأ يتنرنخ عندنا للتلاتة وتلاتين خمسمية يعني النهاردة بينزل اكتر من مبارح وهو دلوقتي كل اللي بيحصل بس ان هو بينزل ما بيعملش اي سعود الا بيحاول يختارك كمه الاربعين زي ما قلنا وبيرجع تاني بالهبوط بيحاول يختارك يرجع تاني للهبوط طب انا عايز اعرف ايه مصير بالكوين في الكلام ده مصير بالكوين واقف على خط التلاتين التلاتين ده فيه خط هنا فيه شراء كتير جدا بيدفع السعر الاعلى وعلى اساس المكان ده هيكون مكان جيد للمضاربات ولكن المضاربات بتكون بحرص بتكون بشكل يعني محفوظ بالمخاطر لو انت لوحدك مفيش معك اي استشاري يقدر يساعدك فهيبقى المضاربة افضل بلاش تعملها لان ممكن تحاول تضارب يحصل اي هبوط مفاجئ يؤدي لخسارة كبيرة وما تقدرش تعوضها بشكل سريع او بشكل علمي فعشان كده المكان ده مكان جيد للمضاربة في اي عملة ولكن عليك الحذر من غير انك تكون حذر هتبقى المشكلة كبيرة طيب احنا عايزين نشوف هنا لو جينا هنا هنلاقي عندنا العملة CRO ماشي الشرط بتاعنا هنقدر نشوف ان من يوم لما هبط البيتكوين للتسعة وعشرين هي وصلت لأقل سعر في اليوم ده وكان السعر ده تمانية سنت بلاس تمانية ونص سنت ولكن سريعا سريعا استطعت انها ترجع تاني وتحقق سعود وتجيب القمة اللي هي تلتاشر سنت وسبعة تمام وبعد كده هبط بعض الهبوط واستقرب عند الاثناشر بعد كده رجعت تاني وارتفعت لغاية التاني التلتاشر سبعين بعد كده الهبوط العادي اللي احنا فيه النهاردة بيرجع الهبوط تاني تاني بيرجع لغاية لما احنا دلوقتي حاليا وقفينا عند عشرة تسعين العملة دي من العملات المهمة تقدر تاخدها في التخزين لفترة طويلة اهم حاجة بتنميني في عملة التخزين ان انا مش اخزن وانسى العملة انا عايز اقول معلومة لكل اخوتي بالطبع للموجودين معايا لو انت اشتريت العملة دي بمئة دولار لو انت اشتريتها بألف دولار لو انت اشتريتها بمليون دولار افضل شيء تعمله انك تتابع العملة وهي بتتحرك وكلما ترتفع عشرة في المية عشرين في المية تطلع عشرين في المية من رأس المال ما تستنىش توقيع ان تطلع مية في المية مرة واحدة ولكن في total إخراج الفلوس أنا عايزك في الآخر يكون معاك قدرت توصل تطلع 100% من رأس المال واللي بقى بس من العملة هو مش أكتر من المكسب أنت بتضارب بالمكسب لأن لو دخلنا في بير ماركت هتبقى محتاج السيولة دي عشان تقدر تشتري بيها حاجات كتير لو بجد نفسك تبقى مليونير أفضل حاجة يكون معاك السيولة وتنزل في البيير ماركت تشتري وتعمل hold وتستنى لغاية لما تعدي السنتين عشان تقدر تطلع بمكاسب كبيرة وخرافية بالطبع كل الكلام ده بقوله لكم زي ما بنتكلم احنا وصلنا في البيتكوين النهاردة لو بنقدر بنرجع تاني ونشوف لما كنا بنتكلم في الحالة دي البيتكوين وصل معنا ب64 ألف وكلنا بالطبع عارفين المعلومة دي وصل ل64 ألف لكن لو كنا جينا هنا فهنلاقي أنه بدأ ينطلق لو احنا بنتكلم من هنا بتاريخ 14 هنا 12 2020 بدأ ينطلق من ال20 ألف فأنت متخيل كمان كان في البيير ماركت وصل لكام وصل لأربعة تلاف مثل ما احنا شايفين أربعة تلاف ده كان في الثلاثة 16 مارس 2020 متخيل في 16 مارس 2020 يعني ما كان من الناس سنة كان في الأربعة تلاف وده هو كان البيير ماركت بتاع البيتكوين معنا كده لو انت كنت استثمرت في البيير ماركت ده أي مبلغ وليكن حوالي خمس عملات بيتكوين عشر عملات بيتكوين يعني 40 ألف دولار كنت هتوصل هنا في الالتايم هاي المبلغ هيكون مختلف تماما عشان كده دايما بنقول ان البيير ماركت ده شيء صحي ولكن هو صحي للشخص اللي معاه سيولة أي شخص معه سيولة في التوقيت ده هو بيكون عامل زي يعني الأشياء في وسط الأمواج ملوش أي صفة ملوش أي حاجة ورملة بتكون انتهت وضعت منه هو بيتطر يسيبها سنة سنتين ثلاثة وخلاص هو واقف مفيش أي تحرك ليه ولا أي حاجة خالص يقدر يعملها طيب احنا هنا عايزين نشوف النهاردة ايه هي المنصة المنصة دي بتتكلم عن ايه ايه هي مجال الاستثمارات اللي ممكن قدر استفيد منها لو انا عندي في المنصة إداع للCRO خلينا نقول تاني نقطة مهمة عشان ما ننسهاش النقطة المهمة دي ان احنا لما جينا هنا في المارك سبلاي تمام الخاص بالعملة وهنرجع تاني هنا احنا شايفين الرقم ده الرقم ده مش كله متاح للبيع انا عايزة قدر اقول لكم بس المعلومة دي اساسا الشركة هنا الشركة هنا بتقدم لنا حاجة عايزة اورها لكم لحظة تمام الشركة هنا بتقدم حاجة مهمة جدا الحاجة دي ان انت لما بتحب تاخد اي كريدت كارد لما بتحب تاخد اي طريقة سواء بتاخد زيرو فيز في البيع وفي الشراء الخاصة عن منصة بيطلبوا منك انك تخزن العملة وهنا ممكن نقول ان في جزء جبير من العملة دير ومن هو موجود قدامنا ايضا متخزن لو انت حبيت تحصل على كافة المميزات من اول الكريدت كارد اللي بيوصل لك لازم تكون عامل هولد بيبدأ من اول 500 دولار عبارة عن الهولد ده عبارة عن عملة السي ار او فاصبحت المنصة هنا بتقدر تعمل حاجات كتير تقدر تستفيد بيها لو انت معاك عملة السي ار او عملة المنصة في حاجات تانية احنا ممكن نقولها سوبر تشارج سوبر تشارج هنا دلوقتي حال انه كان عندنا شيبة شغالة وشيبة دي اللي مبوزت دنيا كلها تمام فانت بتقدر تحط هنا من اول 100 دولار تخش معهم في اكتتاب بينتهي الموضوع بعد 45 يوم بعد 45 يوم بيبدأ ينزلك المكسب اللي هي الاسهم اللي تم توزيعها من خلال المشاركين بال2 مليون دولار دي بتبقى برضو فرصة تانية تقدر تستثمر فيها الفرصة التالتة ان انت ممكن هنا تقدر تدخل معاهم على اي event موجود معانا هنا بتبقى العملة اللي موجودة او المتاحة بالنسبة لنا دي كانت متاحة في 12 مايو اللي فات عايز اقول لكم ان اي عميل كان يقدر يشتري العملة دي زي ما انتوا شايفين في يوم واحد بس بنسبة خصم 50% ولما بتشتريها بالخصم 50% بيعدي 24 ساعة وبتنزل في حسابك بتقدر تبيعها بتبيعها بمستوى جايك جدا وبتقدر تكسر فيها مكاسب كويسة والافضل بالطبع انك بتشيلها فترة عشان خاطر تقدر تستفيد منها بعد كده زي ما احنا شايفين انت بتشتري بعملة CRO مش بتشتري بالدولار مش بتشتري باليوز دي عشان كده هي بتدعم العملة بتاعتها والعملة دي بإذن الله في توقيت قريب جدا هتكون في مرتبة جيدة في حاجات كتير احنا عايزين نقول عليها موجودة هنا سواء الماركت او سواء هنا انك بتعمل تخزين للعملة بتاعتهم عايزين نشوف ايه الحاجات ممكن نعمل لها تخزين هنا طبعا هو ناطق باللغة الانجليزية ولكن ممكن يبع عندك اي قموس ممكن تقدر تنزيره بالعربي وهنا بيتكلم معانا على طريقة التخزين ادي الطريقة اللي موجودة قدامنا بنبدأ من اول عشر تلاف بيبقى في قيمة معينة بنقدر ناخدها تمام هنا من اول الف دولار في خمسين الف تمام وبيكون لك كل المميزات لحضرتك شايفها معانا بعد كده بنكمل معانا في لغاية ميت الف تمام وهيك بتقدر تاخد قدامها كل الخصومات اللي موجودة والفيز اللي موجودة قدام حضرتك وتقدر حضرتك تراجع فيها كل الانفورميشنز اللي موجودة هنا بكافة الادعات اللي ممكن انت تقدر تعملها وتقدر تبقى شريك مع المنصة في عدد من الاسهم وعدد من الارباح بشكل جيد كل الكلام ده محتاج من حضرتك الاطلاع الاراية عشان تعرف وتستفيد ليه المنصة دي من اهم المنصات يكفي ان احنا نقول ان المنصة دي هي الوحيدة اللي حصلة على ترخيص من مالطة بتداول العملات الرقمية في العالم كله وعشان كده لازم لما بتيجي تفعل لازم بتعرف بحاجة اسمها تفعيل مين اللي بيفعل الحساب لازم يكون فيه صور الجواز للهوية عشان تقدر تاخد كافة المعلومات منك عشان يبقى فيه رقابة عليها ودي حاجة مفيدة جدا مش مضرة ولكن بياخد الاكتيفاشن مينموم من يومين لاربعة ايام عمل ويوصل لسبعة ايام عمل في بعض الدول وبعض جوازات السفر عشان يقدر انه هو يفتح لك الحساب الخاص بتاعه يبا احنا عندنا السوبر تشارج عندنا امكانية نشتري عملة بنص ثمنها موجودة مجرد الاحتتاب اللي بينزل عندنا امكانية ان احنا ناخد برسنت لما بنعمل تخزين العملة على المنصة عندنا هنا افضل ماركت احنا عايزين نقول بالطبع في التعامل لو زي ما انت شايفين كل الماركت الموجودة قدامنا بعملات كتير جدا جدا بتسهيلات كتير اوي لو انت مخزن العملة اذا العملة دي الشبكة بتحاول انها ترفع من عملة المنصة وليها مستقبل كويس جدا محتاج انك تقرأ كويس عن العملة محتاج انك تقرأ كويس عن الشرقات اللي بتقدمها المنصة يعني احنا لو جينا عشان نشوف الشرقات اللي معمولة احنا عندنا في المنصة حاجات كتير جدا احنا كنا قلنا عليها مبارح في الان اف تي لو فتحنا الان اف تي بنقدر نشوف حاجات كتير جدا ايه هي مجمل الشرقات اللي موجودة سواء مع المطلبين سواء اذا كانت الحاجات الرعاية اللي بيقدروا يعملوها سيما احنا موجودين هنا بتعرع اكتر من مجموعة من المسابقات سواء إذا كان موجودة في أوروبا وكان موجود آخر مسابقة كانت معمولة كانت يوم 25 مايو اللي موجود اللي احنا فيه في الشهر الحالي وقدرت أنها توصل لمكان مهم جدا في الرعاية في عدد كتير من كرة القدم في رعاية لأكتر من كذا مطرب موجود معانا هنا للشبكة وبيستثمر فيها كل المسابقات اللي موجودة الخاصة بالسباء هتقدر تطلع على كل المعلومات تقدر تفعل لنفسك الحساب وتقدر تستفيد من موزات كتيرة من أفضل المميزات اللي موجودة عندنا على كريبتو وتقدر تستفيد منها هي فكرة أن يكون معك كريدت كارد عايز أقولك لو معك الكريدت كارد هيبقى كويس جدا سواء في الشراء سواء في البيع سواء في أنك تقدر تحصل على الدولار بالتعاقد مع شركة فيزا فيزا كارد تقدر أنك تتعاقد وتقدر تستفيد منها هي عاملة تعاقد مع الشركة دي وفي الحالة دي أنت بتقدر تستفيد منك حاجات كتير جدا ممكن تستخدمها بتبقى عندك الكاشباك معك بيوصل من 2% لـ 8% ودي بتبقى مميزات كتير مع الشركة والاستثمار في العملة بتاعتها كل ده بيؤدي لنا أن العملة قريب هتقدر توصل لمستويات جيدة وبنتوقع لها بكل يعني هدوء أنها تقدر توصل للـ 1$ وده مش كلام لا ده تحليل أنت بتشتري عملة النهاردة كانت وصلة للـ all time high في 27 سنت النهاردة أنت بتشتريها بعشرة سنت بتشتريها بأقل من 8 بأكتر من 170% يعني أول بداية الصعود في الـ Bitcoin أنت هتقدر تكون معاك كمية كويسة ومعاك investment كويس في عملة قيمة لازالة بسيطة كلنا لو قدرنا نفتكر الـ B&B شوفوا بدأت بكام ووسطت غاية all time high كانت وصلة 674$ وكانت بتبدأ بـ 1$ فهي دي عملة طلعة جديدة في مكان جديد لو نفسك بجد تبقى تحلم بالنجاح لو نفسك أنك تبقى ساري لو نفسك أن يبقى عندك income كويس ما تفكرش في الـ Dogecoin ما تفكرش في مشاريع بدون عملات بدون أي مشاريع ما تفكرش في شيبة ما تفكرش في حاجات كتير جدا بتاخدك من اتجاهات مش مزبوطة لاتجاهات تانية خالص فكر في استثمار جيد فكر أنك تكون قريب من عملة منصة منصة محترمة بتقدر تسعى أنها تقدر توصل لأماكن كتير وتقدر أنها تطور من نفسها تغير الشبكة اللي موجودة عليها عشان يبقى عندها شبكة جديدة تقدر تفيد مستثمرين جداد وتقدر تدخل استثمارات جديدة فيها وتقدر تقرب أكتر من كاتيجري موجودة من مجموعة من الطبقات المختلفة من الناس بشكل جيد وبشكل محترم وتوفر خدمات كتيرة جيدة أنا بحاول أن إلك كل الأفكار المتاحة ولكن لازم ترجع تقرأ كل المعلومات لازم تبقى عندك الخلفية في أنك تقدر أن أنت ترجع تراجع المشروع تقدر تاخد information أنت ليه عايز تشتري العملة دي بالذات ليه ممكن تخزن العملة دي من سنة لثلاث سنين كل الكلام ده حضرتك لازم يكون عندك الفكر أنك إزاي تقدر ترجع فيه يعني أنا مهما كان اتكلمت عن العملة دي وهنقولها لآخر مرة تمام يعني يكفي كلام فيها بصراحة شيبة شيبة بسوك دي مش عملة دي مش عملة بصوا كده حضرتكم إيه حصل فيها دايما أنا بقولها بصراحة يعني واحترما لكل إخوات اللي في الإمارات يعني برج خليفة بصراحة يعني هي أشابها برج خليفة بالذات ناس اشتروا من فوقه وثابه وقعدوا كده مستنين فوقه وثابتهم العملة ونزلت تحت وقعدوا مش رد تطلع وبتنهار أكتر وأكتر وأكتر بكميات كبيرة أنت ما تحب تستثمر ما تستثمرش بكل فلوسك في عملة زي كده لا أنا رأيي أنك تستثمر في عملة زي عملة كريبتو لأنها عملة مهمة جدا تعالوا نبص هنا نحن بنقول الرسم البياني هنقول هنا معنا ال-CRO تعالوا نبص على الرسم البياني عشان نعرف إيه الفرق ما بين عملة محترمة عملة جيدة عملة مهمة في السوق عن عملة تاني بتنزل بس يعني عايز أقول مش عايز أقول عملة يعني سكان ولكن يعني عملة بدون زي أهمية بسوا تعالوا نشوف حركات طبيعية اللي عملة بدأت ده بقت من درجة بعد كده سعود بعد كده هبوط مع عادي الهبوط اللي حصل معنا الطبيعي الخاص بالبيل ماركت بعد كده سعود تاني بعد كده رجعنا تاني هبوط بعد كده بدأت تجمع أولا مطلعة ال-information اللي أتركوا عليها بحرق 70% من total الماركس بلاي بدأت ارتفعت لـ 27 سن بعد كده بدأ الهبوط اللي موجود خاص بالبيتكوين ورغم أن حصل هبوط في البيتكوين إلا أنها لازالت متمسكة في مكانة جيدة وكويسة كل ده بيقولك لما تحب تستثمر في عملة استثمر في عملة نكحة عملة تقدر تصمد قدام أي تحركات ممكن تأدي بينهيارات في السوق بحيث أن تضمن أن فلوسك تفضل تبقى موجودة وتبقى مهمة دي كل المعرومات الخاصة عن CRO وضحت الإخوات وأسرتي الكريمة وأخوات للعملة دي مهمة ولكن عليك أنك تقرأ وتتطلع عليها كافة المعرومات أنا قلتها لو أي حاجة ممكن توصي في الديسكريبشن تكتب لي السؤال وأنا قدر أجاب عليه أرجو الاهتمام بالانضمام لقناة التليجرام مهمة جدا أنه نقدر نتكلم بعض بعض وقريب هيكون فيه دورات كمان موجودة معنا بإذن الله لمحاولة التسقف في كيفية التعامل مع المخاطر الموجودة في السوق وإيه هو سوق العملات الرقمية لأن حقي حسيت وشفت أن فيه ناس كتير ما عنداش أي مبتدئين كتير مجرد أنهما سمع بس على السوق وجم ودخلوا وخسروا فلوسهم كمان فعشان كده هنفكر أن قريب هيكون عندنا دورات في أن هما يقدروا يفهموا إيه هو السوق الشديد المخاطرة ونقدر إزاي نتجنب أي مشاكل وإزاي نبقى عندنا فهم جيد للسوق والماركتنج اللي إحنا موجودين فيه شكرا جزيلا لكم ومحتاج أن أنتوا تدعموا القناة بالعيك وشير ده مهم جدا وأتمنى أنتوا تقرق كل مشروع لأي عملة قبل ما تشتروها قبل ما تحطوا فيها وان دولار ما تجروش ولا أي قناة بتقول لكم دي هتوصل للألف والمئة ألف والدولار والخمسة دولار وهتطير تبقى في السماء وتوزمون إحنا بصراحة المون ده زهقنا منه إحنا عايزين حاجة غير المون اللي إحنا ما نعرفوه المون إحنا نعرفه زمون هو في السماء بس كل زمون اللي بنسمع عنه بيكون في الأرض اللي هو مش مناسب لنا ياريت تقرؤ ضروري قبل الانفستمنت في أي عملة تقرؤ وتعرفوا المشروع وتقدروا تاخدوا عملات قيمة زاد قيمة تناسبكم بإذن الله وبتمنى في النهاية إننا نكون وضحنا الفكرة ما تنسوش تدعمونا بكمنت وشير ولايك للقناة ولو مش مشترك في القناة اعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد أول بأول وديفوا قناة تليجرام المجانية اللي تقدروا تاخدوا منها كل الإشعارات لو في أي مشكلة خاصة فمحفظة أكبر من 3-3 دولار الرقم موجود في الديسكريبشن تقدر تتواصل معنا عن طريق واتس أب هنحاول نتشاور معاك ونحل لك كل المشاكل اللي انت موجودة عندك ما تترددش في الاستشارة دمتم في أمان الله ورعايته كنتم مع قناتكم كريبتو نت بيتكوين دللكم في عالم الربح في سوء العملات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كريبتو دوت نت بيتكوين عالم تنح الاحتراف العملات الرقمية